نهاية الهيمانة الأمريكية لها أسباب واضحة كثيرة في فترة الهيمانة القضب المنفرد ودي فترة قليلة جدا عاشها العالم اللي عاشت فيها أمريكا كقضب أوحد في العالم هذه الفترة القصيرة تصرفت الولايات المتحدة تصرفات غريبة أدت بالفعل إلى انهيار شعبيتها أو إلى انهيار مكانتها أو أدت على الأقل أنت موجود وتقول رأيك لكن أنا أيضا موجود وبقول رأيي موجود وبعرضك وبقول رأيي وأنا وأنت موجودين على الساعة ما تقدرش زحزحزح ده حصل نتيجة العلاقة الصعبة اللي موجودة ما بين روسيا وأمريكا والأصعب من ذلك العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت إلى عد الحرب التجارية وكذا يمكن أن الحرب التجارية دي تأذي الاقتصاد الأمريكي تأذي الاقتصاد الصيني تأذي الاقتصاد العالمي لكن في اجتماع أخير ما بين الرئيس الأمريكي وجئنا بأن الرئيس الأمريكي بيقدم تنازلات غير مسبوقة للصين كان يعتقد أن شركة أكبر شركة تكنولوجية الصينية اللي هي هواي أنها ضد الأمن القوم الأمريكي وأنها خطر على الأمن القوم الأمريكي وأنها إدري تأخذ النهاء الأمريكية أوانطف أوانطف عشان أي سلعة وأصننا أننا وضحنا الموضوع ده مرة قبل كلا الأسبوع اللي فات وضحنا أي شركة كبيرة تريد أن تدخل السوق الصينية لازم تدفع مقدما أنها تفتش النوه هاو بتاعها لما بتفتش النوه هاو بتاعها ستتخصل الصين على النوه هاو لكثير من الإنجازات التكنولوجية اللي مكنتها من أن شركتها هواي تكون واحدة من أكبر الشركات العالمية في الاتصال